اشتركوا في القناة اولا الفنان محمد محمود السولقة على راسم الفنان محمد محمود السولقة والذي توفي وهو يقوم بتجسيد مشهد وفاته داخل احداث مسلسل اخوة الدم ولينتهي المشهد بوفاته وهو ما اصاب فريق العمل بالذهول وخاصة الفنان الاردني منذ الريحان والذي كان يؤدي دور ابنه في المسلسل مما جعله يتعرض لحالة حقوقية من الانهيار وحرص ريحان على اي شارك في تشييع الجثمان بنفسه ثانيا الفنان طلال مدح عرف الفنان السعودي طلال مدح بالقاب عديدة منها الحنجرة الذهبية وقيثارة الشرق وصوت الارض ولقبه مسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب بلقب زرياب قدم مجموعة من اروع الاغاني التي اسهمت بشكل كبير في تطوير الاغنية السعودية والخليجية وبعد مسيرة حافلة من العطاء كان موعد محبيه مع مفاجأة القدر فقد خطفه الموت وهو يغني على مسرح المفتاحة حيث تعرض لازمة قلبي مفاجئة ادت الى سقوطه من على الكرسية وهو يتهيأ لاداء اغنية الله يرد خطاك ثالثا الفنان جوزي بيمانغو فنان ايطالي متفجأة بطريقة مأساوية ودع الشاق الفنان الايطالي جوزي بيمانغو نجمهم المفضل الذي رحل بشكل مفاجئ اثر تعرضه لازمة قلبية بينما كان يعزف واحدة من اشهر مقطوعاته في حفل خيري وكان ذلك في احدى القاعات بمدينة متيرة جنوب ايطاليا رابعا عادل الجوغري توفي الكتب الصحفي المصري عادل الجوغري رئيس تحرير جريدة الانوار الاسبوعية والقطب النصري المعروف متأثرا بجلطة دماغية على الهواء مباشرة في السديقانات الحدث الفضائية كان ذلك هو يدافع عن نظام بشار الاسد ومذابحي في سوريا خامسا ريتا جيتندرا توفيت البروفيسور ريتا جيتندرا على الهواء مباشرة وذلك خلال حوارها مع البرنامج التلفازي صباح الخير في الهند وأوضح مقدم برنامج صباح الهند زاهد مختار أن جيتندرا 86 عاما كانت تتحدث بصورة طبيعية خلال البرنامج ولكن فجأة بدأ بالتلعثم وأقشي عليها ومع حدود حالة الإغماء لجيتندرا توقف البث المباشر للبرنامج وحاول العاملون في الاستوديو مساعدة جيتندرا وبالفعل تم نقلها إلى المشفى إلا أنها قد فرقت الحياة لتعرضها لأزمة قلبية مفاجئة سادسا بيوتر فاشكو توفي زعيم قومي أوكراني يدعى بيوتر فاشكو عن عمر يناهز الواحد وتسعين عاما وذلك أثناء القائه لكلمة في حفل أقامته منظمة ايو ان يو بي اي للاحتفال بالذكرى المئة وعشرة لمولد مؤسسها رومان شوكيفيت ويظهر تسجيل فاشكو وهو يخطب بحماسة قبل أن يتهدج صوته ويخر واقعا ولن تنجح فرق المصعفين الموجودة في الحفل من إنقاذه شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة